من المفترض أن يكون هذا المركز موقعا للنشاط التجاري غير أنه تحول إلى مكان مخرب وفارخ إلا من حرفي وحيد إذ طرته الظروف أن يمارس حرفته لتوفير لقمة العيش لعائلته قولا نتالي لدي تحانو ترا في أني في ثمان سنين أني خادمها هنايا يعني من لي مدوه قال رأنا مدينها الواحد مش عمتيارت قالك بينها الفاميلي شوب كما هكا ما زادش دار المهم كاري ثاري هنا وصي ورحم سامحين فيه فصيرورة العمل بالنسبة لهذا الحرفي تبقى جد صعبة رغم إرادته في تحدي كل العوائق والعمل بعرق الجبين عكس عشرات المستفيدين الذين أهملوا هذه المحلات هذه الحوالية ما يخدموش الناس أنا بنا نخدم معه واحد نروح نرفض بلاس والحاجين نخدمهم له ونديهم له تلوه البلاسة هذه هي وما تبقى ما كاش اللي راي يخدم حالما ذبنا هذا يدينوه تدي الدولة ما تتلوه واحد ما تتلوه واحد ما تتلوه واحد غياب تام للسلطات خاصة بمدينة تحتاج لعديد المرافق التي تكون في مستوى الولاية المنتدبة مستقبلاً لتبقى حالة هذا المركز والحرفي مثال على واقع كارثي اشتركوا في القناة